الرحمن الرحيم حياكم الله متابعين قناة إبداعات برمج أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد من مواضيع قناتنا الجميلة اليوم سوف نأخذ كيفية برمجة بوت حذف الروابط في قروب أي تليجرام لاحظ عند إرسال أي رابط في هذه المجموعة يتم حذف الرابط هذا ويقول ممنوع إرسال الروابط إلى المجموعة هيا بنا لكي نأخذ ذلك من الصفر وعلى بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الآن طبعا عندي هنا هذا البوت فاذر أقوم بإنشاء ماذا أقوم بإنشاء نيو بوت أسمي هذا البوت مثلا أدمن طيب أعطي البوت هنا الاسم أدمن يكون آخر البوت بوت طبعا أخذنا كيفية هذا الشيء قال لك أن هذا الاسم مستخدم طبعا يا شباب الذي لم يشترك بهذه القناة يضغط زر اشتراك ويفعل زر الجرس إذا أعجبك هذا الفيديو إن شاء الله تعالى فلاحظ معي وتابع معي خطوة خطوة ستفهم مئة في المئة تمام الآن قام بإنشاء لي هذا البوت وأعطاني عليش التوكن وهذا هو المطلوب التوكن الآن عندي هذا البوت الأدمن جاهز هيا لكي نبرمج البوت هذا الآن عندي هنا ماذا هذه الأكواد لاحظنا طبعا أنا بدأت جهزت شوية تجهيزات في الملف من أجل الوقت لكن تأتي إلى هنا ومن ثم تحط التوكن حق البوت بعد أن حطيته عندي هذا ملف الأيش عندي ملف ملف الفنكشن الذي قمنا بإنشاء الملفات السابقة بناء عليه طبعا الذي سأحط لكم رابط دورة بوتات الجرام من الصفر في وصف الفيديو طيب الآن عندي هذا الشرط ف هذا الشرط يعني أش يعني هذا الشرط هذا الشرط إذا كانت الرسالة إذا كانت الرسالة تحتوي على أيش على رابط فإفعل الأشياء التالية الذي سأحطها هنا لاحظوا طبعا احنا أخذنا في درس سابق كيفية إرسال ليش كيفية إرسال الرسالة لاحظوا تكلمنا أنه أه سينت ميسج ماذا أهه في البداية أيش نقول له هنا تشات آي دي فاصلة بعد ذلك أيش الرسالة مثلا هذا رابط تمام هذا الرسالة الآن أعمل أقلق الجوس ومن ثم أحط فاصلة منقوضة طيب دعونا نجرب الآن طبعا أعطيكم هذا الشيء راسلوني عبر التليجرام سأعطيكم هذا السطر سطر الشرط هذا الآن أجرب لم يتنفذ البرنامج لماذا؟ نعم لأن لم نربط البوت عن طريق لم يتم ربط الملف بالبوت هذا الجديد طبعا عندي هذا الشيء لاحظوا طبعا وهذه أضيفها معلومة جديدة لكيفية عمل ويب هوك للبوتات طبعا أن تأتي وتأخذيش التوكن بعد أن أخذت التوكن تقوم تحطه هنا بحيث تصبح بحيث تصبح معي HTTP نقطتين فوق بعض شرطتين EPI Telegram ORG شرطة بوت بعد ذلك يأتي أيش تحط التوكن بعد التوكن تقول له هنا sit with hook URL وتحط العنوان الموجود فيه الملف الذي تقوم ببرمجته لدينا هذا عنوان الملف تعوني الآن أقوم بحفظ هذا الملف طبعا إحنا حفظناه في السابق الآن أعمليش send أقوم بالضغط على هذا الرابط ركزوا معي جيدا خلاص عندي أنا words أيش set تم حفظ هذا أو تم ربط الأدمن هذا أو الشخص هذا أو الأخ هذا بال عليش بالملف تعونا الآن نعمل أه أفوا شوف هذا هو رابط أيضا اه لو أرسلت له هذه الرسالة طبعا تحتوي على رابط نعم البوت جاوبني قال يا استاذي هذا رابط طيب معناتها أنجزنا الجزء الأول أو خطوة في عمل البوت قام البوت يعني عرف لي أن هذا الشيء الرسالة تحتوي على رابط لاحظ عندما أرسل أي رسالة أخرى لا يعمل أي رد البوت نفسه لا يعمل أي رد طبعا هذا الشيء الذي تحت انسوه حاليا سأوضحه لكم في درس قادم موضوعنا اليوم هو كيفية عمل أيش تشك للرسائل التي فيها رابط وحذفها من المجموعة اتفقنا الآن تبدأ لدي أمر أليش أمر تشك طبعا عندي في في هنا في ملف في عندي دالة تسمى دل ليت مسج دليت مسج هذه تمام الآن أيش أقول له دليت مسج أيش تشات آيدي هذه الرسالة التي تم إرسالها في الجزء الآخر لو تذكروا احنا أخذنا في درس سابق كيفية أن البوت يعمل رد على هذه ليش على هذه الرسالة كيفية عمل هذه الحركة هذه الحركة بالمفتوح أو عندنا شيء واحد وهو ما نرى مسج آيدي تمام المسج الآيدي هذه اعمل ليش دليت وانتهى الموضوع دعونا الآن لكي نجرب ومن ثم نربط المجموعة ونبحث هل شغلنا صح مئة في المئة أم لا أرسل هذا الرابط هنا هذا الرابط تمام وحذف الرسالة الآن تبقى لدينا يا سادتي الكرام أن ننشئ ماذا؟ مجموعة جديدة أدمن أحط فيها هذا الأستاذ أعفون البوت حطيت في هذا البوت مجموعة 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 لا تنسوا ضغط إعجاب بالفيديوه والاشتراك في القناة تمام الآن أنشأت هذا المجموعة لو تلاحظوا عندما أرسلت البوت طبعا كل نبطة في هذا الفيديو مهمة حاولوا أن تشاهدوا الفيديوه إلى نهايته تمام الآن بعدما أرسلت هذا الرابط لم يحدث شيء لماذا؟ تدخل تجعل هذا البوت أدمن في القناة طيب بعد أن عملته أدمن دعونا نجرب ونرسل إلى القناة هذه هيش رسالة تحتوي على رابط ستلاحظون أن البوت يعمل مئة في المئة بهذا الكود البسيط كود التحقق من وجود رابط هذا السطر سطر واحد تقوم بكتابته إذا احتوت الرسالة على أي رابط اعمل لي أي رسالة تريدها كما أخذنا في دروس سابقة كيفية عملية إرسال الرسائل وهانا يعني عمل connection أيش delete للرسالة عملية حذر الرسالة التي تحتوي على رابط طبعا هذا كل شيء في درس اليوم إن شاء الله تعالى انتظرونا إلى دروس قادمة مفيدة ومهمة جدا طبعا مع العن سوف نقوم بإضاحة كيفية عمل الأكواد هذا عن طريق تشات جي بي آي أو جي بي تي تقنية الذكاء الاصطناعي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذه القناة الجميلة والمفيدة وإلى درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر قطع لس Lions